أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الاثنين بقصر الضيافة بالرباط مأدبة عشاء على شرف المشاركين في أشغال الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين ترأستها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب حضر مأدبة العشاء رئيس مجلس النواب راشيد الطالب العالمي ورئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش كما حضر مأدبة العشاء أعضاء آخرون بالحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بالغابون فرانسواز ماكايا والمندوبة العامة للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني بالسنغال أمينة تاسو وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية الكاميرون بالمغرب محمد يوسيف إلى جانب عدد من الصفراء الأفارقة المعتمدين بالرباط والمندوبين بالاتحاد الإفريقي للمكفوفين وأعضاء بالمكتب التنفيذي للاتحاد وكذا عدد من الشخصيات الأخرى اشتركوا في القناة